وكأنه يطالب الشعب بعدم التصويت على مشروع الدستور ومنصباً الميليشيات المتحدثة باسمها وصية على الشعب المتحدث باسم قيادة ميليشيات الكرامة أحمد المسماري وصف في مؤتمر صحفي مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية بالدستور البائس وأنه لا يلبي طموحات الليبيين معتبراً إياه سبباً نحو مزيد من الشقاق وبالرغم من مهاجمته للدستور واقتناعه بأن الليبيين سيرفضونه مشترطاً أن تحسم مسألة الدستور من الجولة الأولى وأن يذهب الليبيون إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً لاتفاق باريس ولم يسلم مجلس النواب أيضاً من مهاجمة المسماري حيث اعتبر عملية تمرير قانون الاستفتاء بالهزرية في مشهد يوحي بعسكرة كاملة للوضع السياسي مشهد مهاجمة المسماري للدستور ولقانون الاستفتاء يكشف مدى القلق الذي ينتاب قيادة ميليشيات الكرامة ومن وراءها خوفاً من أن يوافق الليبيون على الدستور ويكون آمير ميليشياتهم خليفة حفتر ومشروعه في مهب الريح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة